فيه أنبياء قتلوا معروف في قتل الأنبياء وقتلت الأنبياء معروفين فما أريد أن أقول أن البلاء هو في باطل لكي قلنا أنه ليس إهانة في الظاهر وإهانة في الباطل إهانة في الظاهر ولكنه في الباطل إكرام شديد هل ربنا يهين الأنبياء؟ هل يهين الأولياء؟ استخدر أشد الناس بلاء للأنبياء؟ ثم الأمثل فالأمثل، الأفضل فالأفضل ده بالعكس يعني كلما كان الإنسان بعيد عن الله يكون بعيد عن الابتلاء إنما لأنه طبعا إذا أحب عبد الابتلاء عندنا نصوص الدنيا لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة وفيها حديث لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء هنا لازم نفهم البلاء في أنه ورد فيه تحت عباءة العدل فهو ليس ظلما وما حدث أي أن كان هذا الفعل هو هذا الفعل لا يوجد أحسن منه فهذا هو الذي نريد أن نقوله إن الابتلاء صورته إهانة أما يعني في حواه مضمونه هو خير ولذلك وعسى أن تكره شيئا وهو بالضبط هو يكره المرض يكره الفقر لكن ربنا وبعد ربنا يعني نفت نظرنا مش سامنا كده نستنبق أو نستنتج ده نزل النصوص وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم أريد أن نركز أن الابتلاء فيه لمسة كرم خفية ولا تظهر يعني قد تظهر في الدنيا قد تظهر في الآخرة لأن مثلا في ناس ربنا يبتليها أو يصيبها بابتلاء وهم صالحين لمنازل في الجنة عليا لا يصل إليها إلا عن هذا الطريق وطبعا يعني المفروض هنا الصبر على القضاء والقدر الصبر يعني الإيمان طبعا يحول حاجة الصبر وبعدين القضاء والقدر ده أحد أعمدة الإيمان في حديث الإيمان تؤمن بالله وملكه وتؤمن بالقضاء والقضاء خيره وشره حلوه ومره أيا كان لا يأتينا عند الله ما هو ده أصلا ده يعني إحنا فعلا زي واحد مثلا يجيب لك حاجة مثلا من بره وإحشي خالص لكن لو صبرت عليها وتعاملت معها وفتحتها هتلاقي فيها الذهب مثلا زي الدواء اللي فيه الشفاء هتنسى اللي حصل لك ده في الأول فالبتلاء هكذا هو يعني سرة أو صندوق ظاهره صعب صعب الاحتمال لكن هنا أمرنا بالصبر عليه يعني مرحلة وعديها مرحلة وعديها لكن خليك مع الله في نفس الوقت وانت لو عملتش كده يعني ماش حاضر تكتب عني يعني لو العبد ما عملش كده يعني ايف واسه يعمل في دفع القضاء والقضاء لا شيء لا يستطيع ما فيش حيلة سيمر القضاء سيمر القضاء والقضاء بس الصبر هنا عن اقتناع الصبر مش لأنه أخيار الوحيد وعن أمل في الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا يعني مقدمة خير قادم وكذا تكفير للسيئات لأنه طبعا إذا ابتلي العبد الذي يقترف ويتجاوز الحدود سمهار ربنا فده بالضرورة ده تكفير للسيئات وتكفير وها هنا أيضا البلاء في رحمة ليه؟ لأنه لو كفر زنوبه وهو في الدنيا يخفف عذابه في الأخيرة مش يخفف قد يمحوه خالص قد يمحوه تماما يمحوه تماما فهل يعني عقوبات الدنيا بالمقارنة نعوذ بالله من عقوبات الأخيرة من دخول النار ويعني أعوذ بالله منها ومن عمل يقرب إليها أليس من أرحم الراحمين يعني قد رحم هذا العبد حينما ساق إليه هذا البلاء ليكفر ذنوبه في الدنيا